النادي الإسماعيلي العريق في خطر كبير جدا تحت رعاية مجلس إدارته برئاسة المهندسية حكومي والمصري البورسعيدي بواصل تدعماته المميزة كل ده هنعرفه في هذا الفيديو والسياريه لو ليسا معاملات السبسكرايب في الاشتراك في تعمل وتفعل الجرس وتعمل لايك للفيديو كما هو معلن الدوري بإذن الله هيبدأ في حدود منتصف شهر أكتوبر الإسماعيلي هو الفريق الوحيد في الدوري المصري حتى الآن اللي لسا ما عندهوش مدير فني معروف إنه هيقود الفريق الموسم المقدس الأندية الصعدة من الدرجة التانية الأندية اللي باقت بصعوبة في الممتاز الموسم الماضي أندية القمة أندية الوسط كله عنده مدير فني وعارف فترة إعداده هتبدأ إمتى ومع مين بعد توجيه الشكر لكابت الحمزة الجمل المدير الفني الصابت للنادي الإسماعيلي النادي الإسماعيلي دخل في مفاوضات مع عدة مديرين فنيين كان أبرزهم كالعادة الكلام مع الكابتن إيهاب جلال اللي رحل لطيادة المصري الجرسعيدي المفروض اللي بتقال إن الإسماعيلي حاليا فيه انتظار مدير فني فرنسي ضم اللي كلمت حضرتكو عليه قبل كده لكن هو عنده لسا مشاكل مع نادي مازمبي لكم هولي ولم ينهي تعاقده مع ناديه بعد هذا بعد يا مجلس إدارة النادي الإسماعيلي هتحسم هذا الملف إمتى؟ طب بلاش ملف المدير الفني؟ هتحسم إمتى موضوع غرامة لسعد لشزيري اللي المفروض تدفع له وما يقرب من 11 مليون جنيه علشان تقدر بس تقايد صفقات جديدة تسد بيها الإخرام الكتير اللي موجودة في قائمة النادي الإسماعيلي وفي تشكيلة النادي الإسماعيلي جماعير النادي الإسماعيلي بدأت تخاف وعندها حق من موضوع عدم دفع الغرامة بتاعة لسعد لشزيري انبارة خرج كرام كتير جدا ان من الممكن ان الغرامة او العقوبة بتاعة الإقاف ثلاث فترات ما تتشلش لان انت تخطيت 45 يوم ولم تدفع بعد مستحقات اللعب التونسي لكن خرج بعض المحامين التبعيين للنادي الإسماعيلي والمحبين للنادي الإسماعيلي واكدوا ان العقوبة مرتبطة بالدفع اول ما تدفع العقوبة بتاعة إقافة القريط هتتشار طيب امتى هندفع بقى كلام كتير جدا على مفاوضات من اندية اخرى مع نجوم النادي الإسماعيلي سيوميكا كيلو بطرة بيسعى لدعم فريقه بمحمد عادل نجم النادي الإسماعيلي صراع على احمد مدبولي ما بين المصري البورسعيدي وما بين البنك الاهلي وما بين فيوتشر اللي ضمه في الموسم المقبل عبد الرحمن مجدي وبهر المحمدي نجوم الفريق شبه معروضين للبيع اي حد عايز ياخدهم احنا ممفتحين ان احنا نتكلم معه مجلس ادارة النادي الإسماعيلي يا باش مهندسي حكومي متى سيتم حل كل هذه الازمات الوقت خلاص يا باشا الاندية كلها بتبدأ فترة الاعداد وانت لسه مش عارف مين المدير الفني اللي هلقودك الفترة الجيد محمود دونجا عقده انتهت اتقال انه هيتم عقد جال سمعال لتمديد التعاقب مرة اخرى لكن اليوم تأكد انه مش هيستمر مع الفريق الفترة المقبلة ماشي امين ما قلناش حاجة لكن عقد الفريق كده بينفرد اللعيبة الناشئين النهاردة خدوا تعليمات من الفندق بتاع النادي ان الاكل بتاعهم هيبقى على حسابهم لان مفيش فلوس في النادي يا باش مهندس يحي يا كومي هو حضرتك جاي تعمل ايه بالزبط لو حضرتك محسامتش كل هذه الملفات مين اللي هيحسمها طب هتتحسم امتى يا باش مهندس يحي يا جماهير النادي الاسماعيلي كلها في ظهرك وبتدعمك بس يا ريت تساعدها شوية يا ريت يخرب بيان من مجلس ادارة النادي الاسماعيلي لتوضيح كل شيء اولا متى سيتم دفع غرامة لاسعد لشزيري حتى يستطيع النادي الاسماعيلي تقييد اللعيبة الجديدة متى سيتم حسم موقف المدير الفني الجديد متى سيتم حسم موقف الصفقات الجديدة اللي هتدعم النادي الاسماعيلي اللي ناقص كتير جدا ماذا سيتم دفع مستحقات اللاعبين حتى الآن اللاعبة لم يحصلوا على الدفعة الثالثة الخاصة بالموسم الماضي وبالتالي بالتأكيد ما خدوش لسه الدفعة بتاعت الموسم الجديد أرجو من مجلس إدارة النادي الإسماعيلي حسم هذه الأمور سريعة وأرجو من الكابتن حسن عبد الربو بما إنه أكثر الموجودين داخل النادي الإسماعيلي حاليا عشقا من جماهير النادي الإسماعيلي توضيح الصورة كاملة لجماهير النادي الإسماعيلي قبل ما الدنيا تفلك من الجميع وما يبقاش فيه فرصة للإصلاح ده الأخير للبشفواندسي حيكون رئيس النادي الإسماعيلي لو مش قادر تحسم هذه المشاكل كلها تقدم مستقاطك دلوقتي قبل بكرة مش عيب والله العظيم وقتها جماهير النادي الإسماعيلي هتحترمك إنك حاولت تدي الفرصة لحد تاني يقدر يحل كل هذه المشاكل إحنا عارفين والله العظيم إن 90% من المشاكل دي مش أنت السبب فيها بس في النهاية أنت المسؤول دلوقتي قصاد جماهير النادي الإسماعيلي نادي المصر البورسعيدي برئاسة مستر كامل أبو علي الرئيس الجديد للنادي البورسعيدي العريض بيستمر في ملف تدعيم فريض المصر البورسعيدي للموسم القادم بالصفقات في غاية القوة طبعا إحنا عارفين إن المصر البورسعيدي استقرر أو بالفعل تم تعيين الكابتن إهاب جلال المدير الفني الصابت للمصر البورسعيدي أيضا كمدير فني للمصر البورسعيدي بدءا من الموسم المبين المصر البورسعيدي داخل في مفاوضات قوية جدا مع نادي بيرامتس بخصوص أربع لعبين أولا شبه تم الاتفاق مع حسين السيد الظاهير الأيصر لنادي بيرامتس نادي مصر البورسعيدي أيضا أرسل خطاب لنادي بيرامتس يسأل فيه عن مصير الثلاثي الأجنبي التونسي فخر الدين بن نوسف البوركيني تراوري والفلسطيني محمود ودي نجم النادي المصري البورسعيدي الصابت نادي بيرامتس رد على النادي المصري وقال مفيش أي مانع إن احنا نتفاوض على بيع هذا الثلاثي أعتقد إن موضوع تراوري ومحمود ودي سهل إن مصري البورسعيدي يحسم التفاوض معهم محمود ودي لا يشارك مع نادي بيرامتس من فترة طويلة أيضا تراوري مش داخل من ضمن الاختيارات الأساسية للمدير الفني لنادي بيرامتس اليوناني تكيز جونياس نادي المصري البورسعيدي أيضا حصل على توطيع المهاجم الكاميروني مهاجم نادي أشانتي كوتوكو الغاني فرانك ميبيلا إيتوجا اللعب لعب موهوب جدا ومهاجم هو عنده 21 سنة بسؤول النادي المصري البورسعيدي قدروا أيضا إن هما يحصلوا على توقيع اللاعب اللي تشيلي الفلسطيني نيكولاس ألبيرتو زيدان التأكيد اللي هيسمع كل الأسماء دي هيتساءل إن النادي المصري البورسعيدي أصبح عنده طخمة من اللاعبين الأجانب بالتأكيد هيتم الاستغناء عن بعض اللاعبين الأجانب الموجودين حاليا في النادي المصري البورسعيدي وأقربهم الثنائي إزي إيميكا اللي أنا في رأي الشخصي إنه لعيب كويس وأيضا التونسي الزيري اللي أنا برضو في رأيي الشخصي إنه لعيب جيد جدا أعتقد أيضا إن المهاجم النجيري أوستن أموتو ممكن يكون خارج المصري البورسعيدي الموسم المقبط رغم إن الثلاثي قلت لحضراتكم إنه هما الثلاثي جيد لكن هيتم تدعيم الصفوف بالعيبة أفضل منهم لخصوص اللاعبين الفلسطينيين دي فكرة كويسة جدا من مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي لأن اللاعب الفلسطيني الزيدان لعب المنتخب الوطني الفلسطيني وأيضا محمود وادي لعب منتخب فلسطين الثنائي يعتبروا اللاعبين مصريين طبقا للاقاحة الدوري المصري نهاية هذا الأسبوع بإذن الله هيعقد مسؤول المصري البورسعيدي مؤتمر صحفي هيتم فيه الإعلان عن التعاقد رسميا مع كابتن إهاد جلال وهيتم كمان تقديم صفقات النادي المصري البورسعيدي الجديدة اللي من المتوقع إن هما تكون صفقات قوية جدا استعدادا للموسم المقبل اللي بيسعى فيه نادي المصري البورسعيدي برئاسة مستر كامل أبو علي للمنافسة على جميع الألقاب الممكنة وإعادة الفرحة لقلوب جماهير النادي المصري البورسعيدي الكبيرة العريقة في كل مكان لو لسا معانت سبسكرايب للشانج يارين تشرفتني وتنسى اشتفاع للجرس وتعمل لايك الفيديو ودائما وعبدا أنديتنا الجمهارية أولا وفوق الجميع شكرا لكم سلام عليكم